باشد هذه مقرة ولد بسوط الدب البندقية تبورية تتعد اليوم آلة رياضية ديال الفارس اللي كي مارس هات بوريضة هاد المهنة احنا وردنا على الاجداد وعندي فيها تقريبا من ثلاثة وتمانين وانا كان مارس هاد المهنة مع الاب ديالي لانا وردت على الاب ديالي ودابا انا كان زولها في مدينة ثمركوش الوليد ديالي كان كيدير مدري بدي الصناعة التقليدية في مدينة تيزنيت ودابا احنا كان زوله المهنة في مدينة ثمركوش البندقية اه البندقية كتكون من السرير والزناد والحاضي والجعباء كتسرر عند زني دي وكيجيبها لنا الفارس على اساس اننا بينا نزينها ليه بالنقراء او بالنحاس او بالمعدن او بالنقراء والذهب المهم على حساب المستطع ديال هذا تكسير الزناد كيتكون من من دراع والدلعة والفير والغزيل والجعباء تهيع ديال الحديد وكين الشعباء ديال اللي نوكس هادو هم المكونات ديال المكونات ديال المكونات كتبدا من تحدات التنجار التسياخت اللي بتكون واحد الالة ديال الدزين وواحد الالة كان مارسوها في المهرجانات وفي المواسين اللي كينين عنا دبا في المغرب كانت عاملوا مع الصرابي ديال موالي الخيل او الجمعيات ديال موالي الخيل الليلة كانت شي مكونات مثلا تاريخيا وما بخدش خدامة كتدار لديكور كي ديرا انسان في الدكور في المحل دياله اما المكوحل ديال التبوريدة كانت عاملوا مع موالي الخيل لانماشي اي واحد غادي جي تدي مكوحل الى ما كانت عنده جمعية وما كان عنده مقدم وما كانش كين تامين هذا اللي انحتدروك الصرابي ديال موالي الخيل را تنضمو عاد مفروض على كل الصرباء الدير جمعياتي لكي يجيك متلا واحد السياد من الدار بيدا ولا من الفقه بن صالح ولا من آآ الصحراك يقول لك انارا من الجمعيات الفلال الفلانية وقد دير معه يعني كتتعرف انت هذاك شي كي وريك وكيقول لك انا هذا اللي ديك ساعة كتتعمل ودبا عادوا الجمعيات كي ياخدوا مثلا خمستاشر مكوحلها كي ياخدوا السيري يعني ما تليتيش كتلقى مشكيل مع هذا يعني قلما جاتك كتجي عندك جمعية كتكو منضي عندك هذاك شي ديال ديال موالي الخيل ومن الى مستقبل ان شاء الله ركنت منه وباش يكون واحد تقني لهذا الشي وكل اسميته هو دياله ديال الانظيم ديال الحراف لانه هذا قطاع غير منظم واد الصنعه رأي شي حاجة يعني رأي شي حاجة عندها واحد تاريخ في البلاد ديالنا عندها تاريخ في المغرب خصنا نحافظوا عليها خصنا نقدوها وماشي واعر علينا احنا كدولة وكناس مختصين وكناس ديال الامن اد شي سهل باش غادي تصوب وباش غادي تقاد وغادي عددك مولعودة هزمك حلطه في الامان ودك صنعيته هو خدم في امان ادراري دروك انا خدمين مع اي شي وريدات ولو كي هربوك يدخلتي دابن المحل كي يبلك فيه طوين قات خويت مات كادا كادا ولو كي يقول لك اودي احنا كل قينا رجعه هلتا سياغت كي تنتوك تخدموها قبل لانه وليدي احنا اولا قبل من المكحلات المكحلات دروكارا مولا عندها واحد اشعاع حتى الرعاية الملكية يعني ركانوا الناس كيتبوردوا قبل ولكن عيما ديال الجافاف تفقد داك شي وما بخاش كان حتى ولت هاد المباررة الوطنية ولو هاد المهرجانات الكبرى اللي كتدار في المغرب كامل على الصعيد الوطني من طنجة القويرة كيددارو مهرجانات زوينين واللي ولت الناس كترجع لهاد المهنة ولت الناس كترجع لهاد الهواية ومثلا تدري كيسول على جدو كان جدو بارضي كان باب بارضي كيوريه بابا كيقوليه نافين كان لعود رجعوا الناس بيديروا هادا كشي ودابا الحمد لله عنا اكبر مهرجان في العالم بصنا نفتخروا به بالرعاية الملكية ديال سيدنا والامير مولا عبدالله يعني ذاك شي شي حاجة اللي ما كيناش تف بلاد ندوروا العالم باسري غادي للقوا هاد شي وكي يجلب سياح ومغاربة كيحبو هادا هاتبوريدا واش كتصور معايا مهرجان غادي تدير فيه اللي درتي فيه ما غاديش يتجمع لك ذاك الباشار اللي درتي موالي الخير لان المرأة جايبة بنته بطوري هاتبوريدا يعني تبوريدا كتجمع لنا واحد فئة كبيرة ديال ديال المغاربة اشتركوا في القناة